السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا العزاء طالبات وطالبات الصف السيلس قسم تركيبات ومعدات كهربية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة التركيبات الكهربية ومعادنا النهاردة هنتكلم عن باب مهم في مادة التركيبات وقلنا قبل كده أن دي مادة لا تقل أهمية عن أي مادة من مواد التخصص بتاعنا الباب التاني بيكلم عن خطوط النقل الهوائية اللي احنا بنشوفها اللي هي الأبراج والأعمدة اللي احنا بنشوفها على الطرق وفي الشوارع بتاعتنا سواء أعمدة أو أبراج أول حاجة لازم نعرفها عن خطوط النقل الهوائية احنا خطوط النقل الهوائية بنستخدمها كبديل لمد الكابلات الأرضية يعني أنا عندي طريقتين المفروض أنه بيبقى فيه طريقتين أو وسلتين أنه أنا أوصل القدرة الكهربية أو الطاقة الكهربية من محطات التوليد إلى شبكات التوزيع والمستهلكين بيبقى بطريقتين إما بالخطوط النقل الهوائية أو عن طريق الكابلات الأرضية الباب الثاني إن شاء الله هيكلم معنا عن خطوط النقل الهوائية وفي الباب الثالث هنتكلم عن الكابلات الأرضية النهاردة إن شاء الله نعرف مع بعض إيه هي أو إيه هي استخدامات أو ليه بنستخدم الخطوط النقل الهوائية خطوط النقل الهوائية احنا بنستخدمها لنقل الطاقة الكهربية من محطات التوليد الى شبكات التوزيع والمستهلكين يعني حضرتك بتبقى شايف الاعمدة اللي في الشوارع اعمدة الانارة بيبقى عليها خطوط الكهرباء بتبقى جاية من محطات التوزيع محطات التوزيع وصلها الطاقة الكهربية المتولدة من محطات التوليد ومن خلال محولات رفع كمان فكل الكلام دوت بيتنقل من خلال خطوط النقل الهوائية أنا باستخدمها في نقل الطاقة الكهربية من محطات التوليد إلى شبكات التوزيع تعالوا مع بعض كده نشوف مع بعض أول حاجة هنتكلم عنها استخدامات الخطوط الهوائية خطوط النائل الهوائية هنشوف مع بعض كده أول حاجة بيقول لي استخدامات الخطوط الهوائية تستخدم في نقل القوى الكهربية أو الطاقة الكهربية من مصادر التوليد إلى محطات المحولات ومن محطات المحولات إلى المناطق المراد تغزيتها يعني زي ما قلنا في تعرفنا وشرحنا اللي احنا قلنا في الاول قلنا ان هي بتنقل الطاقة الكهربية من محطات التوليد الى شبكات التوزيع وشبكات التوزيع دي قلنا قبل كده ان هي بتحتوي على المحولات بيبقى من ضمنها المحولات اللي هي بترفع الطاقة الكهربية اللي جات لي من محطة التوليد علشان تكون قادرة ان هي تكون كافية لتغذية المناطق السكنية او الاحمال اللي انا هغزي بيها سواء مناطق سجنية او مناطق صناعية بعد كده بنشوف مع بعض مميزات الخطوط الهوائية الخطوط الهوائية دي بتتميز بإيه رقم واحد بتتميز أنها تكلفتها أقل من الكابلات الأرضية رقم واحدة في تكاليف الإنشاء أو قلة تكاليفها عن الكابلات الأرضية رقم اثنين سهولة اكتشاف العطل بالعين المجردة لو الكابل حصل فيه عطل أو قطع في الكابل في أحد موصلات الكابل أنا علشان أكتشفه لازم أروح باستخدام الأجهزة بقى أجهزة قياس العزل وأعطال الكابلات علشان أكشف مكان العطل ولكن لو فيه عطل فيه الخطوط الهوائية بيبقى سهل قوي علي أنه بالعين المجردة أثناء سير الدوريات اللي احنا نتكلم عنها بعد كده الدوريات اللي كشف الأعطال أثناء مرورها على الأبراج وخطوط النقل أو الأعمدة بيبقى سهل عليهم أنهما يكتشفوا الأعطال اللي موجودة طيب بعد كده عندي لا تعطل حركة المرور عند الإصلاح يعني عند لما يبقى فيه عطل أو أي قطع فيه الكابلات سهل قوي أنه أنا أعمل الصيانة أو الإصلاح وكمان ما يعطليش حركة المرور طيب بعد كده أسس اختيار الخطوط الهوائية عندي أساسين أو عندي شيئين مهمين أو حاجتين مهمين يجب أن تكون التكاليف أقل ما يمكن تمام؟ يجب أن تكون التكاليف أقل ما يمكن طيب الحاجة التانية اختيار الجهد وخامت ومقطع الموصل والمسافة المطلوب النقل إليها تمام؟ طيب نقول مع بعض كده نوضح النقطتين دول اللي هما أسس اختيار الخطوط الهوائية إحنا قلنا بيبقى التكاليف أقل ما يمكن وكمان باختارها على الجهد وخامت الموصل الجهد ومقطع الموصل ومعدن الموصل طبعا الموصلات خطوط النقل كلها بتكون من الألمونيوم وكمان بتبقى بذات مساحة مقطع ليتحمل الجهد اللي هيشيله الموصل أو الخط تمام؟ طيب طبيعة المسار واختياره طبيعة المسار واختياره دي نوضحها مع بعض كده قبل ما نفند العناصر بتاعتها أو النقط بتاعتها نقول إيه؟ إنه وانا بختار المسار أو وانا بحدد المسار اللي هامش عليه لازم أبقى متجنب الرقعة الزراعية علشان الإهدار في الرقعة الزراعية لازم أتجنب عملية التوازي مع خطوط التليفون واللاسلكي تمام؟ لازم كمان إن هي تكون بمحاذاة الطرق الرئيسية ما تبقاش قطعة يعني يكون داخل فيه الطرق أو كده يبقى رقم واحد بختار أقصر طريق يعني إيه أقصر طريق؟ يعني ما يكونش الخط النقل اللي أنا هعمله عندي طريق مثلاً لازم أمشي جنب طريق رئيسي وياخد مصار طويل في حين أن أنا عندي ممكن أنه أختار مصار أقرب فلازم أختار المصار الأقرب ده بيوفر معايا في عدد الأبراج بيوفر معايا في كمية المواصلات المستخدمة كمية العوازل التكاليف الإيد العاملة بيوفر معايا في حاجات كتير رقم اتنين بيتفادى الكباري ومناطق المستنقعات والملحات وده علشان العوامل الجوية والأملاح والرطوبة ما تأثر ليش على الأبراج والمواصلات والعوازل رقم ثلاثة أن يكون المصار موازي للطرق ويبعد عنه 30 متر تقريباً تمام؟ طيب رقم أربعة عند المرور بأراضي زراعية يجب أن يكون الخط في مصار يسبب أقل خسائر وده اللي قلناها قلنا لازم نتجنب الرقع الزراعية الأبراج ما تنزلش في الرقع الزراعية لأن كل برج بياخد تحتيه مساحة لتثبيته ومساحة كمان لتأمينه أو أن أنا بعمل عملية التأريد للبرج وكده فبياخد مساحة بنهضر مساحة كبيرة من الرقع الزراعية تحت كل برج لو جمعنا الرقع الزراعية دي هتطلع معايا مسافات كبيرة ده كده طبيعة المصار أخر حاجة بنقول تفادي التوازي أو التقاطع مع خطوط التليفون أو اللاسلك ليه؟ علشان ما تعمليش هوشرة في الصوت أو عملية الاتصال مع خطوط التليفون أو اللاسلك بعد كده ندخل على حاجة مهمة قوي الأعمدة والأبراج الأعمدة والأبراج دي نبص مع بعض كده ونقول نفنطها كده حسب اللي احنا بنشوفه في الشارع أو الحياة الطبيعية بتاعتنا نقول إيه؟ الأبراج والأعمدة إحنا بنشوف أبراج لها أشكال مختلفة الأبراج دي بنشوفها فيه على الطرق الصحراوية الكبيرة وكمان بنشوفها فيه المساحات الزراعية والأراضي الزراعية بنشوف أبراج كبيرة قوي شايلة أكتر من خط ممكن تبقى شايلة خطين ثلاث مواصلات على اليمين وتلاث مواصلات على الشمال وبيبقى فوق في نص البرج فوق على قمة البرج من فوق بيبقى فيه سلك ماشي بطول الخط السلك ده اسمه سلك الأرضي وده هنتكلم عليه لاحقا مع شغلنا في الباب لكن الأبراج والأعمدة الأبراج دي احنا بنشوف الأبراج بتاخد أشكال مختلفة وهي فيه أبراج تعليق فيه أبراج زاوية فيه أبراج شد تمام؟ فيه أبراج عبور وده كل نوع بيستخدم حسب الحاجة يعني برج العبور ما ينفعش يستخدم في أي منطقة طب برج التعليق برضو مش في أي مكان ده بيستخدم في حالة إنه حصل تراخي في المواصلات نسبة الترخيم وهنتكلم عن الترخيم ده برضو لاحقا في الباب اللي احنا فيه دلوقتي يبقى لما نتكلم عن الأبراج أنا عندي ستة أنواع من الأبراج أبراج التعليق أبراج نهاية أبراج شد أبراج زاوية أبراج عبور أبراج تعاقب أوجه أو تغيير الأوجه دي كلها أبراج إحنا هنشوفها دلوقتي وهنتكلم عنها تعالوا مع بعض نشوف أول برج عندنا ونتكلم عن البرج الأول أبراج التعليق أبراج التعليق ده برج إحنا بنستخدمه زي ما قلنا وهنشوف شكله دلوقتي بيبقى معايا هو معلق الأسلاك أو هو شاي للأسلاك تمام؟ بيشيل الأسلاك بيبقى فيه شايل خطين ممكن 3 أسلاك أو 3 خطوط على اليمين و3 خطوط على الشمال وبيبقوا متعلقين في العوازل وده اللي هنشوفه في الصورة اللي هنوضحها دلوقتي تعالوا مع بعض كده نشوف الصورة ونشوف الكلمتين اللي هنكتبهم عليها أبراج التعليق هي أبراج تستخدم لحمل موصلات خط النقل في مصار مستقيم يعني البرج اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده ده شكله وقادي شكل تاني للبرج تمام ده شكل البر وده شكل البرج هنا البرج دوت بيسبت أو بيبقى مسبت سواء في رقعة زرعية أو في أرض صحراوية أو بجوار الطرق الرئيسية المهم ان احنا بنتفادى مرور على الملاحات والمستنقعات زي ما قلنا بنتفادى المرور في رقعة زرعية بنسبة كبيرة علشان الاهضار في رقعة زرعية والكلام ده بيجي هنا عندي دي أشكال البرج أو شكلين لبرج التعليق وقلنا ان البرج ده بيستخدم لحمل المواصلات في خط مستقيم تمام حمل مواصلات أو خطوط النقل في خط مستقيم تعالوا نشوف النوع التاني عندي أبراج الزاوية وبرج الزاوية ده بيبقى باستخدمه في حالة ان خط النقل ماشي في مصار وأنا عايز أغير المصار بتاعه تمام يعني البرج دوت بيستخدم لحمل مواصلات خطوط النقل عندما ينحرف المصار بزاوية عشرين درجة تمام طب لو الزاوية زاوية انحراف المصار أكتر من عشرين هستخدم له كمان برج عادي أحط كمان برج زاوية بحيث أنه هو يكبر لي زاوية الانحضار أو زاوية ميل أو زاوية انكسار خط النقل وتعالى نشوف كده مع بعض برضو جايبين لنا صورة هوت الخط هنا ماشي في اتجاه ولو تلاحظ الشكل هنا البرج معموله في زاوية أو يعني هو جايب الخط بزاوية وعكس بزاوية تانية خالص زاوية مقدرها عشرين درجة تمام طيب البرج الثالث أبراج الشد وأبراج الشد دي بتصمم بحيث أن هي تتحمل مجموع الشد الكلي للمواصلات يعني ايه؟ أبراج الشد دي بتبقى في حالة أنه البرج أو الخط النقل ما بين برجين حصل طراخي في السلك حصل أنه نتيجة العوامل الجوية والرطوبة وإدارات الحرارة العالية وارتفاع درجة الحرارة بسبب الجهد اللي مار والطير اللي مار بيحصل طراخي في المواصل والعوامل الجوية عماتا يعني بيحصل طراخي في المواصلات وبتميل بزاوية أكبر من قيمة الترخيم يعني بيبقى الترخيم مواخد لي حسابات معينة تقل المواصل بيديني ميل أو ترخيم أكبر من الترخيم اللي حصل أو الترخيم المحسوب فبالتالي بتأثر على الأبراج في الناحيتين بتدي قوة شد تأثر على الأبراج إيه الحل إن أنا أجيب الحل اللي بقى معايا إن أنا أجيب برج الشد ده وأركبه ما بين البرجين بحيث إنه هو يشد معايا أو يرفع معايا يرفع خط النقل بحيث إنه يفك الشد شوية أو حمل الوزن بتاع المواصلات عن البرجين السابقين البرج اللي قابله والبرج اللي بعده تمام؟ طيب بعد كده عندي أبراج النهاية وأبراج النهاية ديت بتبقى إحنا بنشوفها في محطات التوزيع مثلا بتبقى أو آه محطات التوزيع وشبكات التوزيع بيبقى البرج ده نهاية الخط اللي جاي مثلا من محطة التوليد وده الشكل بتاعه بيبقى عندي هنا ده نهاية الخط الخط جاي من محطة التوليد بص هنا نهاية الخط هنا ونزل على محطة التوزيع هنا دي شبكة التوزيع ومحطة المحولات بيبقى ده برج نهاية الخط وهي تصمم بحيث تتحمل مجموع الشد الكل برضو للمواصلات في اتجاه واحد يعني هي بتبقى مصممة ان هي بتتحمل الشد من ناحية واحدة تمام؟ تتحمل الشد من ناحية واحدة عندي بعد كده ابراج العبور ولو تلاحظ في الصورة اللي موجودة قدامك ان البرج ده على ضفة النيل تمام؟ البرج هنا محطوط او متركب على ضفاف النيل بيبقى البرج ده عندي بيستخدم لعبور كباري او عبور مستنقعات او ملحات او طبعا ده في حالة انه حكمت علي الظروف ان انا لازم اعبر البحر او النيل او الكباري او الملحات او البحيرات اللي موجودة قصادي تمام؟ فكان لازم علي انهم يصمموا الشركة لازم تصمم ابراج اسمها ابراج العبور وابراج العبور دي فايدتها ان هي بتعبر المساحات كبيرة ما ينفعش انه الابراج العادية تبقى متسبتة وتشيل المواصلات في المكان ده تمام؟ يبقى ابراج العبور تستخدم عندما يعبر الخط الانهار او السكك الحديدية تمام؟ طيب ابراج تغيير الاوجه ابراج تغيير الاوجه عندي بتستخدم لتغيير الاوجه وارجعها الى اصلها يعني الخط بيبقى خارج من محطة التوليد بيبقى طبعا عارفين كلنا السلسة الاوجه بيبقى ايه اللي واحد ايه اللي ايه اللي ايه اللي تلاتة تمام؟ بنحتاج ان احنا نعكس الاوجه في مكان او حصل عكس اوجه في مكان فبنتطر نركب البراج ده ابراج تغيير الاوجه بنتطر نركبها علشان بترجع الاوجه لاصلها الاوجه التلاتة لاصلها وكمان بتقلل التأثيرات الكهرومانسية والاستاتيكية وبيركب بحيث تكون المسافة بين كل برج والاخر بتبقى ثلاثة كيلو متر على الاقل يعني المسافة بين كل برج والتاني بتكون ثلاثة كيلو متر وده شكل الخطوط اللي داخلة يعني هنا ممكن خد بالك ان هنا ممكن يبقى في برج وهنا كده في برج وهنا في برج خد بالك ان كل مرة الخطوط بتختلف يعني RST بص هنا بقى TRS وعكستاني STR ورجعهم لاصلهم RST تمام؟ فكل مكان هنا انا بركب يعني هنا كده في برج هيركب وهنا في برج هيركب وهنا كمان في برج بحيث انه يتغلب لي على اختلاف الاوجه او ان انا اتحكم في اختلاف الاوجه اللي حصل تمام طيب عندي بعد كده انواع الاعمدة من حيث المادة المصنوعة ودي نتكلم مع بعض فيها نقول ان احنا عندنا كل واحد في منطقته في المناطق اللي هي وغالبية هالمناطق الريفية بيبقى الخطوط النقل الهوائية مش كابلات ارضية وكمان بتكون على اعمدة موجودة في الشوارع وعلى طرق القرى الرئاسية او بعض المدن في المناطق النقية يعني مش في الحضر مش في المدن الجديدة لان المدن الجديدة كلها بتبقى كابلات ارضية وكل الشغل الجديد كله كابلات ارضية فاحنا بنشوف الكلام دوت في المناطق السكنية يعني غالبا الريفية بتبقى ابراج او اعمدة مش ابراج بقى بتبقى اعمدة موجودة في الشوارع الاعمدة دي بتبقى مصنوعة من ايه عندي ثلاث انواع من الاعمدة اللي احنا بنشوفها الاعمدة اللي احنا بنشوفها في الشوارع عندنا كنا بنشوف أعمدة خشبية تمام وكنا بنشوف أعمدة خرصانية وكنا بنشوف أعمدة حديدية الأعمدة الحديدية هي اللي موجودة دلوقتي وهي يعني الشائعة الاستخدام دلوقتي لأن هي يعني بتتحمل إيجاد شد وكلام منها طيب الأعمدة الخشبية هل هتبقى موجودة في كل مكان هل هتبقى موجودة في غالبية الدول حسب الدولة وحسب هي فيها غابات الغابات دي بيزرع فيها أو بيبقى موجود فيها الأشجار اللي تنفع تكون أعمدة لأن احنا محتاجين أعمدة خشبية لازم تبقى الأشجار طويلة ومستقيمة ما فيهاش عيوب داخلية هنشوف الكلام ده كله مع بعض طيب أول حاجة في الأعمدة نشوفها مع بعض عندنا أول حاجة الأعمدة الخشبية الأعمدة الخشبية دي كنا بنشوفها في الشوارع عندنا أو على الطرق بتبقى موجودة وبيبقى متسبت عليها ثلاث جريدات أو ثلاث حوامل على العمود بيبقى بحيث أنه هو شايل خط النقل اللي ماشي عليه طيب الأشجار دي هل بتبقى أي نوع شجر؟ لا ما بتبقاش أي نوع شجر بتبقى أشجار طويلة أشجار طولية لها أطوال طويلة يعني طويلة جدا بحيث أن هي أقدر استخدمها وبحيث كمان بيتعمل لها عمليات معالجة وكمان في نقطة مهمة أن العمود اللي هو من الخشب أو الأعمدة الخشبية بتبقى من القمة بتاعتها من فوق بتبقى مقصوصة من فوق ما بتبقاش مقصوصة بشكل مستوي لا بحيث أن قمتها تبقى دائرية لا بتبقى مقصوصة من فوق بشكل بزاوية أو بشكل مدبب وده اللي هنشوفه مع بعض وهنشوف شكل البرجة عامل إزاي دلوقت تعالوا مع بعض نبص كده على الصور اللي معانا ونشوف هنشرحها إزاي ومميزات وعيوب كمان أول حاجة الأعمدة الخشبية ده كده عمود معانا أهوت ودي قادي قلنا الحديدة اللي تبقى موجودة فوق اللي هي بتبقى شايلة الخط اللي ماشي تمام خط النقل وده العمود الخشب بتاعنا العمود الخشب ده لو تلاحظ أنه عمود خشب مستقيم تمام ما فيهوش إنعماك خالص بحيث أنه هو يتحمل إجهاد الشد اللي هيبقى عليه وكمان خط بالك من فوق هي الجزء اللي فوق دوت نهاية العمود من فوق بتبقى مشطوفة أو بشكل مدبب ليه؟ بحيث أنه عند هطول الأمطار أو المطر لما تنزل ما يبقاش فيه تراكم للمياه فوق فبالتالي الخشب يتشبع بالمياه أو يشرب المياه بتاعته فيحصل تعفن في الخشب أو أنه الخشب يتشبع بالمياه فبالتالي مش هيبقى عازل بالقدر الكافي تمام؟ تعال نشوف مع بعض كده الكلمتين اللي هنشرح بيهم هنقول إيه؟ تصنع من أشجار مستقيمة ذات حجم مناسب وتجرى عليها عمليات معالجة قبل استعمالها بتجفيفها جيداً يعني لازم تبقى مجففها جيداً ثم منق مسامه بمركب قطراني اللي هي مادة العزلة مادة القطران تحت ضغط شديد وعند وضعها يجب عدم وضعها في أرض مستنقع رخوة يعني ما تسبتش في أرض رخوة في أرض طينية رخوة ويفضل وضعها في قاعدة خرصانية بيتعمل لها أعدة خرصانية وده اللي بنشوفه في الأعمدة اللي موجودة عندنا في الشوارع بيبقى تحتها أعدة دائرية الشكل كده أعدة خرصانية بتبقى شايلة البورغ وتكون قمة العمود بشكل مدبب أو مخروطي أو شطف حتى لا يتصرب ماء المطر إلى داخل العمود يبقى احنا كده شفنا الشكل العمود العمدة الخشبية وكمان شرحنا الكلمتين اللي هنقولهم الشرح بتاع الأعمدة الخشبية نوع الأشجار بتتعزل إزاي؟ لازم تبقى مغفافة؟ لازم نهاية العمود تبقى معمولة بشطف بحيث أنه ما يتشربش المياه طيب مميزاتها هو عيوبها طبعا مميزاتها بتبقى رخيصة السمن في البلاد بس بشارك في البلاد التي تكسر بها الغابات يعني ممكن ما تكونش رخيصة في جمهورية مصر العربية ليه؟ لأن احنا ما عندناش غابات الكلام ده بيبقى في الغابات اللي هي غابات السوائية وكلام ده فبتبقى الأشجار الطولية الأشجار الطويلة العالية بتبقى موجودة بشكل كبير هناك فبالتالي الدولة اللي فيها الغابات دي أو نوع الأشجار ده فبتبقى الأعمدة دي رخيصة وبتبقى مستهلكة مستخدمة هناك بشكل كبير رقم اتنين سهولة ورخص تركيب أجزائها لأنه هو يدوب الشجرة بتطقطع وبتعمل عليها عملية تنظيف ومعالجة وتكفيف وبتطلع تشتغل على طول تخش في خدمة اللي هي بتبقى عمود عمود كهرباء بعد كده عازلة إلى حد ما لأنه إحنا عارفين طبعا أن الخشب بيبقى عازل تكاليف نقلها بسيطة لأنها طبعا ما بتجيبهاش من دولة خارجية فبتبقى عندك في الدولة اللي فيها الغابات فبالتالي بتبقى تكلفة نقلها بسيطة حتى لو هتنقلها بيبقى تكلفة النقل بسيطة عندي بعد كده عيوب الأعمدة الخشبية عيوب الأعمدة الخشبية بقى عرضة للتلف لأنه يعني مع الصدمات مع الأمطار الأمطار مع رطوبة بيحصل مشاكل فيه الخشب رقم اتنين ارتفاع تمنها في بعض البلاد ومنها مصر يعني ومنها برضو جمهورية مصر العربية لأنه إحنا قلنا أنه ما عندناش الرغبات دي اللي إحنا تسهلنا نعمل منها الأبرار الأعمدة آسف نعمل منها الأعمدة الخشبية تمام؟ رقم تلاتة دي نقطة مهمة ودي إحنا بنشوفها يعني ممكن تبقى شايفة في المكتب اللي قدامك أو في الدسك اللي قدامك في المدرسة بتلاقي فيه دايرة سودة فيه لوح الخشب اللي موجود على الدسك عندك أو في المكتب الدايرة السودة دي بتبقى بمجرد أو بمسابة عيب موجود فيه الخشب ودي ساعات بتبقى عيوب داخلية بيصعب أن انت تكتشفها ما بتبقاش باينة من بره فبيبقى فيه داخل الخشب عيوب يصعب اكتشافها تمام؟ طيب نيجي بعد كده نتكلم عن الأعمدة الحديدية الأعمدة الحديدية دي طبعا بتصنع الأعمدة الحديدية من الحديد الظهر أو من الصلب أو من زوايا وخوص من الصلب ويتم دهانها بطبقة من الأطران خد بالك بطبقة من الأطران والسلقون المادتين دول دول مواد عزلة كهربية تمام؟ لمنع التآكل والصدى المادتين دول بدهم بيهم الأعمدة مواد عزلة يعني مواد كده بتمنع تخلل الرطوبة للأعمدة تمام؟ ولينا الشكل كده الشكل أهوت ده شكل أعمدة حديدية بالنسبة للأعمدة اللي موجودة اللي احنا شفناها وده كمان بيبقى موجود عندي فيه أعمدة كمان في الشارع اللي احنا الأعمدة الاستوانية أو اللي هي الأعمدة الدائرية الشكل بتبقى موجودة في الشوارع عندنا ده نوع منها برضو وهنشوف أشكال دلوقتي لها مع شغلنا واحنا شغالين مميزات الأعمدة الحديدية رقم واحد في مميزات الأعمدة الحديدية أنها بتعيش مدة طويلة تمام؟ بتعيش مدة طويلة رقم اتنين بتتحمل القوة الميكانيكية والقوة الميكانيكية هنا هي قوة شد لقوة شد بحيث أنه تقل الموصلات تقل الموصل أو خط النقل بيبقى عامل تقل بين العمود والعمود فبيديني شد بين البرجين أو بين العمودين الأعمدة الحديدية إلى حد ما إلى حد كبير كمان إلى حد كبير بتتحمل قوة الشد أو الإجهاد الميكانيكي اللي موجود عيوبها عيوب الأعمدة الحديدية رقم واحد طبعا الحديد إحنا عارفين إن الحديد غالي فغلاء تمانها وارتفاع تكاليف تركبها رقم اتنين ارتفاع تكاليف الصيانة نظرا لدهانها من وقت الآخر لأنه شركة الكهرباء بتعدي بتعمل صيانة دورية على الأعمدة والأبراج وبالتالي بيبقى معروف كل خط هيندهن إمتى يتعاد دهانه إمتى وطلقه إمتى كل خط هيتبص على طريق تثبيته كل خط هيتبص على لازم نشوف اللي هي إجراءات الصيانة بتاعته كانت بتبقى معمولة إجراءات الصيانة دي دفتر موجود لخط النقل اللي بيبقى معروف الصيانة الدورية إمتى الصيانة مفاجئة لأنواع الصيانة اللي بتتعامل على خط النقل بيبقى لازم بيتكشف عليها وبعدين بيبقى بيخش بقى في عملية الدهان والطلق وده بيسبب لي أن هي طالما صيانة دورية فبيحتاج أنه ارتفاع تكاليف للصيانة هنا الأعمدة الخرصانية والأعمدة الخرصانية دي برضو بنشوفها عندنا في المناطق السكنية بعض المناطق السكنية أو المناطق الريفية أو مناطق السكنية قديمة بيبقى موجود فيها الأعمدة الخرصانية وبيبقى عندي بالشكل ده ده كده عمود خرصانة تمام؟ والأوالب اللي فوق دي ده استنباط استنبا بيتعمل عليها العمود الخرصاني ده تمام؟ يعني أنا هنا جايب لك الصورتين بحيث أن أنت تبقى شايف وعارف هي بتتعمل إزاي طبعا بيشترط أن كمان الأعمدة الخرصانية عملية إنشاءها أو بناءها طبعا بتبقى في مناطق بالقرب من أماكن استخدامها تمام؟ يعني البرج الخرصاني أو العمود الخرصاني هو مش برج هو بيبقى عمود طبعا العمود الخرصاني بيبقى عملية إنشاءه علشان عملية نقله ممكن يتكسر فيه النقل فبيبقى ساعة المكان اللي إحنا هنعمل فيه العمود الخرصانة بيبقى مكان بناءه أو إنشاءه مكان تصنيعه بيبقى بالقرب من مكان الخط اللي إحنا هنعمله تمام؟ طيب نقول بقى تصنع من الخرصانة بأشكال مختلفة وتكون متوفرة في جميع البلدان جميع البلدان فيها الأسمنت وفيها الرمل وفيها الزلط فيها حديد فتقدر كل الدول تقدر تشتغل وتعمل الأعمدة دي طيب بعد كده مميزات الأعمدة الخرصانية وعيوبها مميزات الأعمدة الخرصانية قلنا إن هي بتعيش مدة طويلة جدا أكتر من الأعمدة الحديدية لأن الأعمدة الحديدية العوامل الجوية ممكن تسبب تآكل في الحديد لا تحتاج إلى الصيانة أعمدة الخرصانية مش هيحتاج صيانة يمكن صنعها بسهولة وشوفنا إحنا بنصنعها إزاي بالأوالب اللي كانت موجودة الاستنباط اللي كانت موجودة كمان رخيصة السمن لتوفر خماتها خماتها موجودة رمل وأسمنت وزلط فبتبقى موجودة الخمات في كل مكان الانتفاع بالخمات واستخدام العمالة أو العمال الوطنيين عمالة الدولة أو العمالة الوطنية هي اللي بتشتغل فيها عمالة بلدي الشباب اللي موجود في المصانع هم اللي بشتغلوا فيها لأنها مش مستوردة فبالتالي بشغل العمالة المحلية اللي موجودة عيوبها تتعرض للكسر يعني ممكن إجهاد الشد أو الحمل بتاع خط النقل ممكن يتسبب أنه يحصل كسر للعمود رقم اتنين سقيلة الوزن وده طبعا لأنها من مواد تقيلة مصنوعة من مواد تقيلة يصعب نقلها من مكان لآخر وعلشان كده قلنا لازم تصنعها يكون بالقرب من مكان التركيب بتاعها زيادة تكاليف النقل لأن هي علشان تتنقل طبعا لأنها تقيلة فهتكلف عملية النقل هتبقى مكلفة في أنك بدل المكان بيشيل خمسين عمود حديدي لا ده هيشيل مثلا تلاتين بس أو عشرين عمود خرصاني عشان تبقى تقيلة قوي تمام كده فبالتالي تكلفة النقل هتبقى عالية هنا بيقول لي خد بالك يعني في سؤال كده بيجعل الجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها دي بالنسبة للأعمدة وبيقول لي ايه في الأعمدة الخشبية علل في أعمدة الخشبية تقطع قمة العمود بميل وبشكل مدبب أو مخروطي أو مشتوف تمام دي احنا قلناها قلنا أنه بيتم قطع العمود والبرج بشكل مدبب أو مشتوف ليه بسبب أنه المياه لا تتراكم على قمة العمود فبالتالي تتصرب إلى داخل العمود حتى لا ينفذ ماء المطر من أعلى إلى داخل العمود يعني من قمة العمود من فوق لو المياه المطر تراكمت على العمود من فوق فهتبدأ المياه تتصرب أو بتدخل بتنفس جوه الخشب فبالتالي الخشب هيتشبع مياه فبالتالي يحصل أضرار للخشب بسبب إجهادات الشد بقى تقدر تأثر ساعتها على العمود الخشبي تمام طيب الموصلات المستخدمة في خطوط النقل أنا عندي الموصلات المستخدمة في خطوط النقل دايما يعني فيه طبعا موصلات نحاسية فيه موصلات ألمونيوم فيه أنواع تانية بس هي دايما اللي بنشوفها بتبقى موصلات ألمونيوم لأسباب كتير اللي هي إيه؟ الأسباب اللي بتستخدم فيها الألمونيوم أنه بيبقى خفيف الوزن تمام؟ يعني دي أهم أهم حاجة أنه هو طبعا أرخص من النحاس وكمان خفيف الوزن على البرج رقم واحد عندي يجب الأغز فيه الاعتبار بعض العوامل منها علشان أستخدم الموصلات لازم فيه شوية حاجات كده أبقى عامل حسابي عليها اللي هي إيه بقى؟ الموصلية المعدن اللي هيستخدمه موصليته نوعها إيه؟ أو قيمة الموصلية بتاعته إيه؟ قوة الشد الميكانيكي المعدن اللي هيستخدمه سواء نحاس ألمونيوم طبعا مش هستخدم نحاس لأنه في خطوط النقل الهوائية ما بيستخدمش النحاس لكن بيبقى فيه سبايك مستخدمة غير الألمونيوم كمان قوة الشد الميكانيكية عندي وقم ثلاثة الجهد الهالي وده هنتكلم عنه في آخر الباب الوزن وزن الموصل وده قلنا لأن الألمونيوم بيبقى خف في وزن عن النحاس كمان طيب أهم الموصلات الشائعة يعني الموصلات شائعة الاستخدام في صنع موصلات خطوط النقل الهوائية الموصلات دي عندي رقم واحد النحاس وقلنا النحاس من ضمن الموصلات لأنه معدن جيد التوصيل ولكن ما بيستخدمش في خطوط النقل الهوائية تمام؟ لغالي وتقيل يعني غالي السمن ارتفاع ثمنه ووزنه عالي وزنه كبير تمام؟ فبيأثر لي على البرج من حيث قوة الشد وإجهادات ميكانيكية يعمل إجهادات ميكانيكية كبيرة للبرج حاجة تانية عندي البرونز الفسفوري ده معدن برضو بيستخدم في الموصلات الألمونيوم وده شائع الاستخدام في خطوط النقل تمام؟ عندي رقم أربعة سبيكة النحاس والكاديوم رقم خمسة موصلات النحاس والفلاز رقم ستة الألمونيوم المسلح بالفلاز أكتر نوعين مستخدمين هم الألمونيوم والألمونيوم المسلح بالفلاز لكن كل الحاجات اللي داخل فيها النحاس دي غالبا ما بتستخدمش في خطوط النقل الهوائية تمام؟ طيب ده النحاس يستخدم فين أكتر؟ بيستخدم غالبا في طبعا الأسلاك أو الأسلاك اللي هي الصغيرة الأسلاك العادية من ساحة المقطع بتاعها صغيرة اللي هي الوصفات العادية والكابلات الأرضية لكن الألمونيوم أو الألمونيوم المسلح بالفلاز هم النوعين الشائعين الاستخدام أو المعدنين شائع الاستخدام في موصلات خطوط النقل الهوائية طيب كل الكلام اللي احنا قلناه ده حيوصلنا احنا اتكلمنا عن البرج واتكلمنا عن الأعمدة الأبراج والأعمدة وقلنا أن كل برج أو الأعمدة اللي في الشوارع اللي بنشوفها بتكون شائلة بتكون شائلة خطوط النقل وخطوط النقل دي بتبقى ثلاث يا إما يعني بالنسبة للأبراج بتبقى شائلة ثلاث خطوط على اليمين متعلقين في العوازل وثلاث خطوط على الشمال بيبقى متعلقين في العوازل مقابلين ليهم برضو تمام؟ طيب لحد الوقت احنا تكلمنا عن L1 و L2 و L3 فين الارضي؟ فين سلك الارضي؟ لو بصنا على الابراج اللي احنا بنشوفها كل الابراج اللي انت بتشوفها في الركعة الزراعية أو على الطرق الصحراوية أو الطرق الرقصية بتبقى شايف البرج الخطوط على الجنبين ولكن من فوق على البرج من فوق من فوق خالص على قمة البرج بتبقى شايف سلك واخد الابراج كلها موصلها ببعض كلها تمام ده اسمه سلك الأرضي هو ده بقى سلك الأرضي وتركيبه بيبقى على قمة البرج خد بالك عشان لو فهمت سلك الأرضي هو ايه او بيتركب ازاي هتقدر تشرح الكلمتين اللي عليه تمام سلك الأرضي بيتركب على قمة البرج بيصنع زاوية مع اول خط في الناحيتين زاوية من 30 ل45 درجة تمام طيب نبص كده مع بعض على شكل البرج والسلك الأرضي بيبقى متسبت فين تعالوا مع بعض نبص على الصورة اللي قدامنا هتوضح لنا شكل السلك الأرضي متركب فين بص السهم اللي عندي ده شايف السلك الوحده اللي موجود فوق ده هو ده سلك الأرضي اللي موجود شايل على قمة البرج تمام موجود على قمة البرج تمام كده طيب تعالوا نبص كده نقول مع بعض هو موصل كهرابي يصنع من الصلب المجلفن ويوجد أعلى قمة البرج تمام فايدته ايه فايدة السلك دوت انه بيقسم كميات الشحنات في السعقة على عدد الأبراج دي حاجة وكمان انه بيوصل للأبراج بالتوازي تمام يبقى رقم واحد تقسيم كمية الشحنات في السعقة على عدد الأبراج اتنين يعمل على سرعة تفريغ السواعق إلى الأرض وكمان انه بيكون موصل الأبراج كلها على التوازي تمام طيب بعد كده عندنا الترخيم وده نتكلم فيه احنا قلنا من شوية واحنا شغالين على الأبراج قلنا ايه قلنا انه في برج التعليق وبرج الشد احنا قلنا انه برج الشد ده بيستخدم بحيث ان لما البرجين في النحيتين يكون وحصل ان الترخيم او وزن الموصل وزن الموصل اثر على الموصل لتحت فبيبقى عامل الترخيم احنا بنشوف واحنا ماشيين على الطريق بيبقى الموصلات ما بين البرج والبرج او بين العمود والعمود بيبقى فيه كيرف كده الموصل واخد كيرف تمام الكيرف اللي بيبقى ياخده الموصل ده معناه ده الترخيم وده بيبقى مش عشوائي ده بيبقى بحسابات بيبقى معمول حسابات للترخيم او ميل الموصل ده والحسابات دي هنشوفها مع بعض وهنشوف امثلة لان بييجي عليها مسألة في الامتحان الترخيم هو ايه الترخيم لو بصينا على الابراج اللي بتبقى ماشية قدامنا او لو بصينا على الشكلين اللي احنا هنشوفهم دول بيبقى عندي هنا ادي هنا كده برج تمام البرج دوت يعني احنا مثلا لو علمنا كده هنا ده كده البرج وهنا برج الناحية التانية اهو الموصل هو اللي ماشي بميل الكيرف ده كله تمام ده كده الموصل خلاص طيب فين الترخيم شايف الميل اللي موجود للموصل ده اللي هو بحر الموصل ده بيتقال عليه بحر الموصل تمام الموصل متعلق هنا العوازل هيت وهنا العوازل تمام الموصل ده الميل اللي هو خده الميل اللي وغده او الكيرف اللي وغده الموصل ده بيسمى الترخيم وده بيتعمل بحسابات والترخيم رمزه دي وده هنشوفه فيه القوانين والعلاقات الرياضية اللي هنحسب بها الترخيم دلوقتي الموصل بيبقى واخد كيرف الكيرف ده بيسمى الترخيم طيب الترخيم ده هو ايه طيب الكلام ده في برجين متساوين طيب احنا بنشوف كمان يا مصطر بيبقى فيه البرج جاي فيه برج عالي والسلك جاي او الموصلات جاية نزلة على برج اقصر منه يعني برج مثلا برج العبور بيبقى على برج وبنشوف البرج اللي بعده اقل منه ارتفاع يعني بيبقى بالشكل ده برافع عليكم بيبقى بالشكل دوت فيه برج كبير وبرج صغير تمام طيب الترخيم هنا بيبقى برضو متعلق في برج الموصل وهنا متعلق في برج بس الترخيم بيبقى الميل بيبقى ناحية البرج الصغير اكتر الميل بيبقى ناحية البرج الصغير وده برضو بيسمى الميل ده او الكيرف ده بيسمى الترخيم طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الترخيم ايه هو تمام الترخيم عندي بيقول لي هو المسافة بين المستقيم الواصل بين العوازل التي تحمل السلك احنا قلنا الموصلات بتتعلق في العوازل في البرجين تمام من الناحيتين كل برج بيبقى فيه العوازل وهنشوفها بعد كده مع بعض العازل نفسه هو اللي بيبقى شايل الموصل تمام كده يبقى الترخيم هو ايه هو المسافة بين المستقيم الواصل بين العوازل التي تحمل السلك واسفل نقطة على منحنة السلك واسفل نقطة على منحنة السلك دي هي اسمها نقطة الترخيم طيب نبص مع بعض كده هنلاقي انه فيه مجموعة عوامل بتسبب او بتؤثر على الترخيم ايه هي العوامل اللي بتأثر على الترخيم بناء على ايه الفنيين او شركة الكهرباء اللي عملت الخط النقل الفني او المهندسين اللي كانوا شغالين بناء على ايه سابوا الكيرف اللي موجود في الموصل ده هل هم مقدروش يشدوه مثلا لا بالعكس ده بيقدروا يشدوه وبتتضبط مسافة الميل او نسبة الكيرف دي بيبقى لها نسبة محددة كم متر مثلا متر متر ونص زي ما تكون ولكن بتبقى بحسابات معينة الحسابات دي بتعتمد على ايه المسافة بين البرجين قد دي قد رقم واحد كمان العوامل الجوية رقم اتنين كمان وزن الموصل تمام وزن الموصل نفسه بيأثر على نسبة الميل دي ما بيشدوهش قوي ليه علشان وزن الموصل لو شد قوي الموصل وبقى مفروض خط مستقيم بين البرجين إيه اللي هيحصل الموصل ليه وزن الوزن ده هيبدأ يعمل تقل تحت الموصل صح كده فيبدأ يعمل ايه يشد البرجين يأثر عليهم بقى اسمها عمل اجهاد شد على الابراج تمام كده وبالتالي كان لازم على الفنيين المتخصصين المهندسين المختصين اللي عملوا خط النقل يحسبوا نسبة الترخيم بناء على المسافة بين البرجين وبناء على وزن الموصل تمام وبناء على قوة الشد وبناء على العوامل الجوية المحيطة بالموصل كمان يبقى رقم واحد عندي تعالوا كده نبص عليها رقم واحد المسافة بين البرجين تمام المسافة بين البرجين ده بيتحدد عليها نسبة الترخيم كمان بيتحدد على الترخيم ده بيتحدد على ايه على درجة الحرارة وكمان بيتحدد على وزن الموصل وقلنا كمان العوامل البيئية اللي هي العوامل الجوية المحيطة وكمان قلنا الشد في الموصل وخد بالك العوامل البيئية دي ممكن خط النقل ده يكون في منطقة منطقة ضارة البرودة فيها عالية فبيبقى فيه تراكم للسلوج وبالتالي وزن التلج اللي اتراكم على الموصل بيسبب تقل الزيادة على الموصل وبالتالي يأثر على البرج من حيث اجهادات الشد والقوة الميكانيكية تمام كده؟ طيب طرق حساب الترخيم طرق حساب الترخيم ديت احنا عندنا قلنا ان الترخيم لما بنحسبه بيبقى عندي نوعين من الترخيم الاول الترخيم عندي بالنسبة للابراج او حساب الترخيم لازم اخد بالي ان الترخيم اللي بيتحسب بيبقى عندي نوعين من الخطوط في الخط أو الترخيم بين برجين متسويين يعني ارتفاع البرج الأول والبرج الثاني الارتفاعين متسويين أو أن فيه برج البرج الأول أعلى من البرج الثاني وبالتالي بيبقى الحسابات مختلفة للترخيم تمام بيبقى الحسابات مختلفة للترخيم طيب هو أنا لما بجي أحسب الترخيم بحسب الترخيم بس لا ده كمان أنت لما بتحسب الترخيم اوتوماتيك بيطلع معاك حاجة اسمها الخلوس تمام ولو انت عارف ارتفاع البرجين يعني في المسألة او انت فني هتطلع تشتغل فيه الخطوط النقل الهوائية بتبقى عارف ارتفاع الابراج فانت عارف ان البرج الاول ارتفاعه وليكن 20 متر والبرج التاني ارتفاعه 20 متر ان حسبت الخلوس تمام وطبيعي مش هتعرف تحسب الخلوس الا لما تجيب الترخيم وبالتالي الخلوس بيبقى الخلوس ده اللي هو ايه يا جماعة الخلوس ده اللي هو المسافة بين اسفل نقطة في الموصل الكيرف اللي براخده الموصل ده اسفل نقطة في الموصل والارض دي اسمها مسافة الخلوس تمام طيب الخلوس ده احسبه ازاي ما هو انا لو عرفت نسبة الترخيم قد ايه او نسبة ميل الترخيم او قيمة الترخيم قد ايه يبقى بالتالي هطرح الترخيم من ارتفاع اي برج فيهم لانهم متسويين اقترح الترخيم من ارتفاع اي برجين يديني نسبة مين نسبة الترخيم تعالوا نشوف مع بعض كده العلاقة الرياضية اللي انا ممكن اشتغل منها احسب الترخيم وكل رمز معناه ايه بحيث ان احنا نقرأ المسألة بتاعتنا كويس بعد كده ونعرف نحسب الترخيم والخلوص او العناصر اللي هيطلبها منك في المسألة بتاعتك تعالوا مع بعض كده نشوف الشريحة بتاعتنا ونقول اه دي معايا الشكل اللي هيوضح لي بعد كده او العلاقة اللي معايا بتقول لي ان الترخيم بيساوي طبعا احنا قلنا الترخيم رمزه دي دي كابتل تمام بيساوي ايه بيساوي دابيو سي الدابيو سي ده اللي هو وزن الموصل تمام في ايه اللي تربيع تمام على تمانية تي طب تعالوا نشوف بقى الرموز دي معناها ايه الرموز دي معناها ايه قالك انه خد بالك ان الترخيم احنا قلنا برافو عليكم مقدار الترخيم هو رمز الدي وده بيبقى بالمتر ما بيبقاش بالسانت انت بتتكلم فاحل بورج ده بيبقى بالمتر وهو كمان بيبقى عشرين تلاتين خمسة وعشرين متر الأبراج ارتفاعها مش هين يعني مش صغير فعلشان كده الترخيم بيبقى بيتحسب بالمتر بعد كده عندي الدابيو سي الدابيو سي ده قلنا وزن الموصل وكمان ده بيبقى كيلو جرام وزن الموصل بيبقى كيلو جرام لكل متر تمام وكمان عندي ال 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 دي اللي هي قلنا المسافة بين البرجين ودي دايما بالمتر تمام وطبعا كمان وهي بالمتر برضو مسافة بين البرجين وبتبقى برضو ساعات بتبقى بالكيلو واخدين بالكو عندي بعد كده رمز التي التي ده اللي هو قيمة الشد في الموصل وده بيبقى بالكيلو جرام الشد ده بيبقى بالكيلو جرام بالنسبة للموصل تمام التمانية طبعا بيبقى رقم سابط عندي هل هو ده بس انا كده حسبت الترخيم امال يا مستر حضرتك قلتلنا ان فيه الخلوص احسب الخلوص ازاي اه برافو عليك انت منستش معايا الخلوص ولو تفتكر بقى الخلوص الخلوص احنا قلنا ايه احنا جبنا قيمة الترخيم صح كده تعال ايه اطرح قيمة الترخيم اللي انت جبتها من ارتفاع احد الابراج واحد الابراج يا مستر هم مش برجين ايه وما انا قلتلك ان في الحالة دي البرجين متساويين خد بالك انا بقولك هنا ان في حالة البرجين متساويين يبقى الخلوص عندي بيساوي ايه الخلوص رمز سي تمام السي هنا رمزها او كلمة الخلوص او مقدار الخلوص بنرمز له بالرمز سي بيساوي ايه اتش ناقص دي طب يديه وعرفناها الترخيم وما لل اتش دي ايه يا مستر برافو عليك واحد بيقول ان الاتش دي ارتفاع البرج ارتفاع البرج وهنا بنقول ارتفاع البرج برضو ونسكت ما بنقولش ارتفاع البرج الاول او البرج التاني لان برضو خد بالك انت بتتكلم هنا في حالة تساوي ارتفاع البرجين طيب يبقى عندي هنا بنقول ان الاتش هي الارتفاع وكمان السي هي مقدار الخلوص بين الموصل والارض تمام كده طيب تعالى نشوف المثال ده مع بعض المثال قبل ما تبص على المثال بتاعك كلمتين نقولهم كده وانت بتحل المسألة لان بيبقى فيه البيانات وبيبقى فيه قيم المعطيات اللي عندك بيبقى ساعات اللي حاطت المسألة بيبقى عاوز يشوفك فاهم ولا لا عاوز يشوفك انت عارف تلم امور المسألة بتاعتك ولا لا اول حاجة اقرأ المسألة كويس طلع بياناتك مظبوط وبعد كده شوف المطلوب منك ايه هو طالب الترخيم ولا طالب الترخيم والخلوص ولا طالب الخلوص فقط ولو طالب الخلوص فقط هل لازم تجيب الترخيم طبعا لازم تجيب الترخيم لانه الخلوص بيساوي ارتفاع البرج ناقص قيمة الترخيم يقوم يديني نسبة الخلوص ما بين اسفل نقطة في الموصل والارض تمام كده تعالوا نشوف مع بعض المثال بتاعنا بيقول ايه ونبدأ نطلع بياناتنا ونحل المثال مع بعض اول حاجة عندي المثال بيقول خط نقل هوائي المسافة بين البرجين 160 متر تمام؟ خد بالك المسافة بين البرجين 160 متر ووزن الموصل 75 من 100 كيلو جرام لكل متر ده وزن الموصل والشد في الموصل 600 كيلو جرام فإذا كانت نقطتي التعليق اللي هو نقطة التزبيت أو نقطة تعليق الموصل على البرج اللي يقولنا من ناحية العوازل يعني على نفس الارتفاع الله هو يا مستر ما قاليش لحد دلوقتي أن البرجين متسويين عشان كده بقولك خد بالك وانت بتقرأ المسألة هو ما قالكش فعلا أن البرجين متسويين ومش لازم يقولك كلمة البرجين متسويين مش لازم لكن هنا قالك إيه؟ وإذا كانت نقطتي التعليق على نفس الارتفاع الله طب ما هدي معناها أن البرجين متسويين يعني البرج الموصل متعلق من اليمين على ارتفاع 20 متر ومن الشمال متعلق على ارتفاع 20 متر يعني معناها أن ارتفاع الأبراج البرجين الـ H1 والـ H2 H1 بتسوي H2 بتسوي 20 متر كده ارتفاع الأبراج تمام؟ طيب احسب الخلوص بين الموصل والأرض يبقى احنا كده كلمتنا كانت مظبوطة وقلنا أنه ممكن يقولي احسب الخلوص بس صح كده؟ طيب هنا على طول كده تعالى طلع بياناتك على طول وقلنا أن البيانات بتاعتنا بص كده معايا قلنا الـ L المسافة بين البرجين تمام؟ والـ WC ده وزن الموصل 75 من 100 كيلو جرام والـ T ده الشد 600 كيلو جرام والـ H 20 ملي 20 متر تمام كده؟ طيب تعالى بقى طلع البيانات بتاعتك البيانات بتاعتك عندك طبعا لازم حضرتك هتيجي الرسمة لازم توضح وتقول للمدرس اللي هيصحح في ورقتك لازم يبقى فاهم أن أنت عارف أنه أنت بتتكلم عن هتحسب ترخيم بين برجين متسويين فبتيجي رسم له الرسمة برضو قادي البرجين وقادي الموصل وحط الرموز بتاعتك عليها بحيث أن يبقى كلامك موسق بالرسم كمان يعني أنت هتحل المسألة وبتقول له ده أنا فاهم أن البرجين متسويين وقادي مكان الترخيم وقادي مكان الخلوص والرمز بتاعه الـ C والترخيم D تعالى بقى نشوف أول قانون معنا أول قانون الترخيم كان بيقول إيه؟ الترخيم كان بيساوي وزن الموصل في المسافة بين البرجين أو مربع المسافة بين البرجين على 8 ده السابت في T وقلنا T ده اللي هو إيه؟ نسبة الشد تمام كده؟ طيب عود بقى عن القانون بتاعك الـ D كانت بتساوي وزن الموصل كان كام يا جماعة 75 من 100 تمام؟ وضربناها في مربع المسافة المسافة كانت 160 فقلنا 160 تربيع على 8 في 600 وقلنا 600 ده عبارة عن إيه؟ اللي هي قيمة الشد في الموصل وبالتالي الترخيم طلع معايا 4 متر هل كده أنا حليت؟ لأ ده هو كان طالب منك الخلوس خد بالك هو كان طالب منك الخلوس يعني المسافة بين أسفل نقطة في الموصل والأرض تمام كده؟ فبعد كده هنيجي نحسب الخلوس كان بيقول الـ C تساوي الـ H ناقص D H ناقص D والـ D قلنا هو الترخيم طب الـ H دوت مش ارتفاع البرج؟ آه طب إحنا البرج مختلف ولا متساوي؟ لأ ده البرجين كانوا متساويين الارتفاع تمام كده؟ فعلشان كده بنحط واحدة منهم فهي سواء H1 سواء H2 لأن انت لازم تقوله إن H1 تساوي H2 تساوي 20 متر تمام كده؟ فبالتالي إن الـ C تساوي 20 اللي هو ارتفاع البرج ناقص الترخيم اللي هو 4 تمام كده؟ الـ 4 متر يبقى الخلوس عندي يطلع كام يا جماعة؟ يطلع بـ 16 متر طب الـ 16 متر دول فين؟ آه تعالي بقى بص على الرسمة هنا تحت كده هتلاقي إن المسافة اللي هي بتاعة الـ C اللي موجودة هنا دي السهم اللي موجود من أسفل نقطة في الموصل لحد الأرض هنا هي دي مسافة الخلوس اللي هتبقى 16 متر أمال الترخيم فين؟ أهو ادي المسافة بين العازل أو الخط المستقيم الواصل بين العازل تمام؟ وإيه الأسفل نقطة في الموصل بكده نكون قدرنا نلم يمكن نص الباب التاني ونقول مع بعض كده نفتكر مع بعض إحنا أخدنا إيه النهاردة ونرجى مع بعض على طول كده من الأول وكنا بنتكلم عن خطوط النقل الهوائية وقلنا إن خطوط النقل الهوائية دي خطوط بنستخدمها أو استخداماتها نحن بنستخدمها لنقل الطاقة الكهربية أو القدرة الكهربية المتولدة في محطات التوليد إلى شبكات التوزيع والمستهلكين والمناطق السكنية تمام؟ ده كده كنستخدمها طب على أي أساس بختار خط النقل في أسس اختيار خط النقل الأسس دي بختارها على إيه؟ على تكلفة خط النقل لازم تكون يعني تكلفة الخط أولى إيه لا بحد بقدر الإمكان وكمان الجهد اللي هيشيله الخط ومعدن الموصل ومقطع الموصل اللي هيشيل الجهد ده تمام؟ طيب ومصار الخط كمان عرفنا إن إحنا مصار الخط ما يكونش بقدر الإمكان نتجنب رؤعة الزراعية وكمان بيبقى مجاور أو موازي للطرق الرئيسية بمسافة لا تقل عن 30 متر وكمان بنتجنب المرور بخط النقل على المستنقعات المائية والملاحات عشان العوامل الجواية والرطوبة والأملاح والكلام ده ما يأثر ليش على الأبراج وشفنا كمان إنه هو لازم ما يكونش فيه توازي أو تقاطع لخطوط التليفونات وإلا سلكي وشفنا كمان أنواع الأبراج وقلنا أبراج تعليق أبراج شد أبراج نهاية أبراج زاوية أبراج عبور وكمان قلنا أبراج تغيير الأوجه تمام وقلنا الأعمدة اللي كانت موجودة عندنا ده كان الأبراج الأعمدة اللي كانت موجودة عندنا قلنا فيه أعمدة خرصانية أعمدة خشبية وأعمدة حديدية واتكلمنا عن الترخيم واتكلمنا عن سلك الأرضي وقالنا سلك الأرضي بيثبت على أعلى نقطة في البرج وبيصنع من الصلب المجالفن تمام وبيتم تثبيته بزاوية أو بحيث يصنع زاوية مع أعلى موصل في خط النقل بيبقى بزاوية 35 درجة لـ 45 درجة وبحيث أنه هو بيوصل خط النقل كله بالتوازي وبيوزع الشحنة الكهربية على خط النقل بكده نكون هنا حلقتنا تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته